نهاردة نصف كيلو من اللحمة الحمراء ونركز بقى في المقادير وفي الحاجات اللي هنقولها علشان مهمة جدا ليه لحمة حمراء؟ علشان لو فيها دهون هتكش مننا وتسيب الكافر اللي احنا هنعمله لها وتكش فينطر معانا فضروري جدا اللحمة المفرومة تكون حمراء تمام؟ هنحتاج كمان بصلايا مفرومة ناعم ومتصفية كويس جدا جدا رشة من السكر بسيطة معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ملح وفلفل اسود وكمان معانا معلقتين من الفيجيتار بتاعك نور اولا بيعمل على تماسك المكونات مع بعض وثانيا بيدي طعم حلو جدا جدا لانه متتبل خلاص اما التغطية بتاعة البني او البفتيك النهاردة هتكون عبارة عن كوباية من الدقيق وعليها معلقتين من النشا او نص كوباية من النشا هنحتاج كمان حوالي كوباية من فيجيتار كنور هنحتاج كمان معلقتين كبار من الحليب وبطين وزيت علشان نقلي في البفتيك دي كده المقدير بتاعتنا خلاص بقى من غير دق وتخبيط وشغل كتير والكلام ده كله هنعمل بفتيك كده في ثواني ومن الحاجات اللي بتبقى حلو قوي لما تعمليها قبل العزومة كام يوم واتطلعي بقى قبل الفطار تحمري قد ايه الموضوع سهل وحلو قوي تمام النهاردة وصفتنا برعاية كنور هذه الوصفة برعاية موسيقى موسيقى ورجعنا لكم تاني ويلا بينا بقى يلا عندنا بقى بفتيك تعالوا كده ناخد اللحمة المفرومة زي ما اتفقنا لحمة مفرومة تكون حمراء تماما زي ما قلتلكم السبب علشان ما يبقاش فيها نسبة دهون فتكش معانا وتسيب الكفر بتاعها وتبقى حتة صغيرة جواه فتعالوا بينا كده هناخد اللحمة بسم الله الرحمن الرحيم وننزل في الكبة باللحمة انا عايزة ايه بقى عايزة افرمهم كلهم مع بعض ده لو متاح عندي كبة لو مش متاح الكلام ده هستعيد عنه بعجن اليد كويس جدا جدا يعني هوا ده عجنة كده حبة حلوين هنا خلاص حطيت اللحمة وقادي البصل عايزة اوريكو حاجة مهمة البصل زي ما انت شايفين مبشور ناعم خالص وبصوا متصفي ما فيهوش مية تماما دي حاجة ضرورية جدا احط راشد سكر هتدينا طعم حلو قوي بهرات لحمة ملح وفلفل اكيد احاضر وقادي الملح طيب ومعانا بقى كيس من الفيجيتار بتاع كنور عايزة اقولكو هيدي طعم حلو جدا جدا هدخله جوه الخلطة بتاعة البوفتيك وهيدينا قوام متماسك حلو قوي عشان ما تفكش مني او ما يفكش مني البوفتيك وانا بشتغل بيه فتعالوا نفتح كده واخد منه حوالي معلقتين يبقى انا كده بتبل كمان البوفتيكو وبخلي القوام بتاعه متماسك علشان ما يفكش معانا نقفل ونشتغل بسم الله موسيقى المترجم للقناة حلوة قوي خلاص كده يعني عجلناهم عجلة محترمة المكونات بتاعت البفتيك مع بعضها وهوريكو دلوقتي القوام عامل ازاي حالا بصوا كده بسم الله بصوا اللحمة كلها نازلة حتة واحدة قد ايه بقت متماسكة بصوا العجينة عاملة ازاي بصوا ما شاء الله طاح فاتحركيها ما تحركيها انتهى الموضوع فده سر بقى جديد من اسرار ابو حاتي في البفتيك الكداب تعالوا بينا بقى نحط ايه عندنا دقيق ونشا عندنا بيد ولبن وعندنا فيجتار كنور فتعالوا بينا نوزعهم كده على الاطباق علشان يبقوا جاهزين معانا نغطس البفتيك ونشتغل به على طول انا عايزة حط بس كده ايه زيت على النار يسخن يلا بينا عندنا هنا زي ما قلنا كوباية من الدقيق نص نشا دي هتكون اول حاجة نشتغل فيها وبعدين عندنا بيد وحليب برضو هنفضيهم كده مع بعض وندلهم رشة ملح ورشة فلفل عندنا كمان الفيجتار بتاع كنور هنفضيه هنا كده دي اخر طبقة بقى علشان اللون الدهبي والقرمشة والطعم اللذيذ فتعالوا بينا بقى كده ناخد ناخد بقى ايه شوكا الاول حاضر شوكا هقلب بيها طبعا البيض مع لبن كويس جدا احنا حطينا لهم ملح وفلفل ونخلي الشوكا علشان محتاجانا هبتدي اخد بقى قدامكهو على الهوى على طول هناخد كده من اللحمة اللي احنا زبطناها مع بعض وتابلناها كورة بحجم ايه اقول لكم بحجم ايه بحجم البيضة اللي هي اللونها ابيض او احمر يعني كبيرة شوية تمام هبتدي انا ازلها هنا في الديق والنشا محتاجين بس نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده وانا بقلبها كده اضغطها ماشي انو انا بحطها في الديق كده بضغطها عشان تاخد شكل البوفتيك وبعد كده بنفضها زي ما نشايفين كده متماسك الدنيا معايا خالص ولا بحتاجين نجمد ولا نفرز ولا الكلام ده كله وايدي البيض نغطس تمام كان لحاجة اتأكد كده ان البيض خلاص والشوكة هتساعدنا ان احنا نصفي نطلع هنا على الفيجيتار بالشكل ده اهو ونبطبط شوية كمان واحنا بنعمل في الفيجيتار اولا عشان الفيجيتار يمسك عليه ثانيا عشان ناخد كده السمك المزبوط بتاع البنيه او البوفتيك الكذاب نفض بقى بصوا بكل سهولة يعني مااخدتش مننا وقت خالص طالعا معنا متماسكة وزي الفل نروح بقى على الزيت تمام نشوف كده الاخبار ايه اه يعني سخنة هون هبتدي احط بقى بسم الله الرحمن الرحيم علشان احمر مجاهزين كم واحدة ننزلهم هما كمان تمام شايفين كده الفيجيتار يدي لوم خطير جدا جدا للسكلوب بنيه او البوفتيك النهار ده معايا عايز اقولكو بصوا ارمشة ولون دهبي حلو جدا جدا بوفتيك مستوي لأ خطير خطير والريحة بقى مش قادر اقولكو على ريحة طحفة اشتركوا في القناة